أهلا بكم بتعجبني قوي الثقة بتاعت السيسي وهو بتعامل مع قرات الهدم والضرايب ورفع الأسعار تحس كده أن ده الدكر اللي بيحلم به الدولاجية السيسي بطل العالم في رفع ديون البلد كلها لم يحدث في التاريخ أكتر من ثلاث أضعاف وبرضه شايف أنه صح فيه واحد بيقول لي من شوية وأنت ليه دايماً بتهاجم السيسي بقول له أو قلت له يعني السيسي فيه فرق بينه بين مبارك مبارك كان بيحكم صحيح وكان طغيا لكنه كان فيه مسافة بينه وبين وزاراته السيسي مشكلته أنه هو اللي متصدر أن الدماغ دي مش دماغ وزارة دماغه هو وأنه هو شايف أنه مفروض يتسمع كلامه حتى لو هد كل بيوت مصر حتى لو شرّد الناس النهاردة بيقول على الهوى أنا بقول على الهوى هو قدام الشعب أما أقول منطقة يتهد يبقى تم إخلاقها يتم إخلاقها اسمع يبقى الكلام ده بين المحافظة وزارة الإسكان والكهرباء والوزارة الداخلية دورها أنا بقوله على الهوى لما نيجي نقول للمنطقة دي يتم إخلاقها يبقى يا دكتور مصطفى يتم إخلاقها وبالمناسبة إحنا عمرنا ما هنخلى حد دون أن نعوّده لأ ما بيحصلش دون أن نعوّده دي عشان بس نبقى إيه رايقين كده مع بعض وإحنا عندنا شهود على كده يعني يعني بالدليل خلينا نشوف الناس اللي انت بتقول دون أن نعوّده ده هم اللي اشتكوا إن بيوتهم اتهدت وما أخدوش تعوضات لغاية دلوقتي أو أخدو تعوضات هزيلة ما تنسبس أشعر السوق أنا مش هتكلم مني أهو الناس هي والله العظيم تم نزع وهدم بيوتنا من أكتر من سنتين وللآن لم نستلم التعوضات أحمد صحي تهد البنى وتدي له إدراهم معدودة والله يا ريس ما خدنا تعوضات لحد دوقتي إلا السكنة بس اللي خدناها عدنا من سنة ولسه بيقولوا لسه حق انتفاع ده تعويد يعني ده أكبر ظلم نيرمين بتقول حسب الله ونعم الوكيل كله كلام في الهوى وكذب مستحيل تعوض بيت أو شقة أو شقة أي حد وليه تخرج الناس من بيوتها أصلا محمد السميحة قالك الحاجة ممليون بيدفع فيها مئة ألف ده الناس مش أنا حنان قالت والله ما حصل هدم نادي اللاجون في اسكندرية ومحدش أخد حتى فلوسه لدفعها جلال قالك التعويد لا يزيد عن ستين في المئة من قيمة ولا تصرف إلا بعد دوخة ووقت اللهم لك الحمد وبدلنا منزل خيرا منها في الآخرة يا رب أما الأولاد فأنت لهم العون والمدد يا رب وحسبنا الله ونعم الوكيل أنت هتقول لي إن كان على التعويد فعلا موجود بس الحق بس بالحق لا وميرضى الله برضو لا ولو كده أحلف بقى نجيب قالك الطريق الأوسطي منزل أخت تشال وما أخدوش ولا مليم حتى الآن يارا قالت إحنا ما خدناش أي حاجة أهو ده الناس ده الناس طب دي كلام ممكن تكون حسابات ناس مضروبة ممكن ليه لا خلينا نشوف الفيديو كده يا رئيس الجبرية جهاز بالمحافظة في البحيرة يا جماعة عايزين حل وفي الآخر بيقولك تقويد 75 ألف جنيل الشقة اللي ما يكفيش شهرين إجار اللي بيكفيش سنكين إيجاره ولا بتتمحهم كلهه تعوضات بحرطين على الناس وريلة جدا بالنسبة لحجم الشهر ناس جبني لأنك تتحجم الشهر يعني قالك وبتعويض وبقط ملك كده بالكلام لا ما حصلش إلا الناس اللي بتقول ليه بتهاجم السيسي هنو بيهاجموش ده هو اللي بيقول هو طلع مصطفى مدبولي قال بنعوض الناس ولا لسيسي اللي قال هو اللي قال هل عوض الناس فعلا أنا بقول لك فيه ناس ما خدتش أصلا واللي خد أم أبو مليون خد مئة ألف أم اللي كانت بين لا ولسه بيعملوا أو بيعمل قانون جديد للتصالح هيهدي بيه بيوت الناس بيوت تانية ويجمع بيه فلوس تانية مش كويس مش ترحموا الناس شوية ده مش كلامي ده كلام البرلماني أحمد الشرقاوي النهاردة سمعوا نحن دايما الحكومة بدل ما تقدم تشريعات بحل بها مشكلات للأسف الشديد بتصدر لنا أزمات كل يوم بتصدر لنا أزمة حضرتك النهاردة في بداية الجلسة بتعلن عن قانون تصالح جديد قانون التصالح الجديد اللي إحدى لسه عمين 2018 قانون تصالح لما ندرس الأثر التشريعي ليه هنلاقي أن زيرو نموذج عشرة ببتصرفش الغد دلوقت لكل الناس واضطرنا نعمل قانون جديد التصالح في 2022 الاشتراسات البنائية كذلك الأجهزة الجهاز حماية المستهلك الحكومة بتتفنن في صنع الأزمات النهاردة هنا بتتكلم وأزمة الفطورة الإلكترونية على الساحة المهن الحرة بتعاني من تطبيق قانون الإجراءات الضريبية وقانون القيمة المضافة لأنهم ما درسوش ولا حللوا المجتمع ده كويس ولا فئاته بتتكلموا النهاردة على إلزام محامين في نجوه أخرى بتقديم فطورة إلكترونية وتسجيل أعرفوش أن ده في حد زاده بناء على الإجناء الله يسوأ أحوال المواطن ده محام سمير في قرية ولا في مجأة ولا في مركز هم فاهمين أن المحامين كلهم اللي بقوا في البلد لا لازم يترجع ده ما تصدروا له ناش الأزمات كلام محترم جدا السيسي اللي مش عارف يحل أزمة الدولار اللي وصل لخمسة وثلاثين في السوق السودة بيدور على بيوت الناس شوية بقانون للتصالح وشوية بتهديدات بهدماء عشان خاطر الطرق إنجاز ده ولا مش إنجاز إنجاز ولا لا وكله بقى كباري وعيشوا عيالكم تحت الأسفل بتاع الكبري اسمع كده وبيقول بنحاول نعمل شبك الطرق أركز كويس قوي في الفيديو بجايدة مستعربين قوي من التكاليف اللي احنا بنعمله خلينا أول أقول لكم إن شبك الطرق قبل أنا ما أجب أتولى المسئولية كانت بتخدم تشتاق يعني تخطط على 20-30 مليون وعشان كده كانت ما بتلبيش لا تنمية ولا حاجة مش كده يا دكتور مصطفى لا تنمية ولا حاجة فالإحنا بنعمله ده بنحاول نعمل شبكة تناسب 100 مليون ويمكن أن 10 سنين جايين كمان معلش زي بعدو آخر الفيديو كده عشان أنا دماغي تسواحد شوية معلش مش كده يا دكتور مصطفى لا تنمية ولا حاجة فالإحنا بنعمله ده بنحاول نعمل شبكة تناسب بالمئة مليون ويمكن 10 سنين جايين كمان إزاي بقى خلي الصورة الله يخلي إزاي إزاي بتعمل شبكة طرق للمئة مليون تناسب 10 سنين كمان جايين والله إزاي حد يقول هالي الجماعة بتوع الرياضة فين الجماعة الحسيبة فين 10 سنين إزاي تناسب 100 مليون ل10 سنين جايين ده على اعتبار إن المصطين مش يخلفوا يعني يعني المصطين هيقعدوا 10 سنين في التلاجة هنقفش على المصريين نمنع الخلفة 10 سنين يعني المئة مليون دلوقتي المئة واربعة مليون دلوقتي خلق 10 سنين هيبقوا 120 مليون فإنت إزاي عملت طرق هتعمل طرق للمئة وعشرين مليون اللي جايين إنت تقصد إنك هتجمدنا يعني هتقعدنا عشر سنين نفس المئة مليون أنا مش مشكلتي إنك إنت بتخطط تقعد سنة عشرة عشرين إنت حر إنت أكيد مش مخطط إنك تمشي يعني عشان بس ما يتحكش على بعض حد النهاردة جاي يقول لي شفت مبروك للسودان إيه يا جماعة خير السودان فيها حاجة أيوة مبروك للسودان ليه أصل الجدع العسكري في السودان اسمه إيه مش حمدتي بقى التاني برهام برهام طلع قال سنترك الحكم للمدنيين فحد طلع لي على الفيس صديق محترم شفت بقى أغالك يا مصر قلت أنت باهدت شوية بس أولا من إمتى العسكر بيتصدقه من إمتى بتصدق عسكري عربي من إمتى هاتلي عسكري عربي صدق في حاجة إلها بس يكون بتولى مسؤولية مش عسكري عربي مش ظابط جيش وخلاص لأ أبتكلم على عسكري عربي يعني يتولى مسؤولية من إمتى ده واحد اتنين ولما هو هيسيب الحكم المدنيين كده تما يمشي ما يعلن دلوقتي أن إحنا انسحبنا ونترك الأمر يعني في السودان يعني من إمتى فالصديق دي قال لي آه والله عندك حق أنا عايزها كنت مستعجل أوي آه ما وانت يعني إمتى هنتعلم بقى أنا عارف أنك انت بتخطط تقعد 20-30-40 سنة كمان وتورس تبدك أنا متأكد من دي أنا مشكلتي أنك انت إزاي متخيل أن المصين يبدلوا 100 مليون لمدة 10 سنين بقامرت إيه بقامرت المصايب وكوارس على الطريق من الطرق بتوعك بقامرت إيه ولكن يبدو أن كلامنا كتير عن الكباري والطرق اللي بيعملها كل يوم دي وإهماله لمنشآت زي مدارس مستشفيات واجعها فعلا يبدو أنه ده واجعه فعلا فطلع يرد علينا ويقول للناس اللي بتقول أن احنا مهتمين بالطرق والكباري بس مش صحيح يقول لك إيه أنتو بغي مهتمين أو الكلام دي قلت قبل كده يعني بالطرق والكباري يا سيدي أنت بس كمينك شفت الطرق والكباري كمينك أنت بتمسع عليها لكن ده مش معناه أن قطع زي الزراعة أنت ما بتشوفهش فانعايز أقول إيه أن في القطعات المختلفة الدولة شغالة فيها كلها مش غاب يعني لا تخفى القطع لا تخفى القطع التصلاة التعليم الصحة الصناعة الزراعة مافيش قطع إحنا سيبينا بقى أمرت أيه كان لك الكلام مش يعني كلام حلو قوي بقى أمرت أيه بقى أمرت أيه إني كنت ما سيبتش قطاع التعليم الصحة الزراعة إديني أمارة إديني أمارة طيب إديني أمارة بقى أمرت أنك انت لسه بتسته время القمح ولنت دخلنا دوقت بتسته время بالرز بقى امرت ان احنا مش لقين فصول التعليم بقى امرت ان احنا في المستشفات الدنيا خربانة بقى امرت ايه من 2014 انت موجود لحد وقت تفوقت على نفسك في سجل عدد الكباري والطرق باية تمام بص ما ينكرش دا غير جاية احد لكن انت بتقول احنا شغالين على بقية القطاعات الزراعة والتعليم والصحة والاتصالات بقى امرت ايه بقى امرت مركز مصر المتقدم في مجال اتصالات بقى امرت الناس بتشحن في مصر وليسه شغالة بالباقة ولسه في مصر النيت يا راجل اطلع لحد برا بس واتفرج على سرعة النيت في تركيا عاملة ازاي بقى امرت ايه وبعدين مش دا السيسي اللي كان في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ من شهر واحد بس بيقول عندنا ازمة في التعليم والصحة ومش عارفين نعمل فيهم انجاز اسمعوا كده من شهر اسمع كده ستين الف فاصل مش واحد وعشر الف نحن دنان روح واحد وعشين لان نحن نحن عندناش دي ضنيع ملطة من واحد وعشين البقى ايكم متصرح فانا عايز اقول ايه ان في القطاعات المختلفة ايه دولة شغالة فيها كلها مش غفل يعني لا تخفى القطاع لا تخفى القطاع اتصالات التعليم صحة ااا صناعة زراعة مفيش قطاع احنا سيبين بعمرت ايه طيب اديني امارة انا بقولك دلوقتي انا عندي عربية بي ام ورهاني قاله الجمل طلع النخلة فين اللي قاله ادي الجمل ودي النخلة بعمرت ايه انا مصدقك خلاص انا مش هغلط يعني انا مصدقك جدا بس بعمرت ايه انك انت شغال في التعليم والصحة والزراعة ومعين تيجي الاخت اللي تكلميتني تقول لي الساكنت على طول ماسك في السيسي ما هو اللي بيقول هو مصدقى ما دول يتكلم والنبي تسمعها على الكلمتين اللي اخرين بتعسيسي دول هو اللي بيقول انا اجيب لك منين كلام اه لأ اللي هو بتاع النهاردة هو اللي طالع يتكلم هو اللي طالع النهاردة اهو هو اللي بيقول اتفضرك اسمع يعني مثلا يقول لك ايه انتوا بغي مهتمين او انا كلمتوا قمتوا بكده يعني بالطرق والكباري يا سيدي انت بسك منك شفت الطرق والكباري اتمنك انت بتمسع ليه لكن ده مش معناه انك تعزل الزراعة انت ما بتشوفهش فانعاز اقول ايه ان في القطعات المختلفة ايه دولة شغالة فيها كلها مش غافل يعني لا تخفى القطع لا تخفى القطع انت صلاة التعليم دلوقتي لما حضرتك يا مدام ما تلاقيش سرير في المستشفى او ما تلاقيش شاش وحقن او خدمة جيدة في المستشفى اكلم انا يا مصطفى ما تقول ليه اكلم وزير الصحة ليه لما هو طالع بيقول احنا عملنا في الصحة لما حضرتك ما تلاقيش رز او تلاقي الاسعار مضروبة في 40 انا اكلم ليه مصطفى ما تقول لي مالوش دعوة راجل قاعد ساكت اهو راجل جاي يخطب وقاعد ساكت جدا لما حضرتك ما تلاقيش كرسي لابنك او ديسك لابنك تختل ابنك في المدرسة انا اكلم مصطفى ما تقول ليه ما هو اللي بيقول لما انت عند حضرتك يقعد يقطع ويرجع ويقطع ويحمل بال هكلم مصطفى ما تقول لي في ايه بالراحة شوية هو اللي متصدر عكس مبارك مبارك ما كانش دعوة يطلع الوزير يتكلم مبارك ما كانش بيمسك الحديدة وليه المنهار شغال وقاعد كده طول الوقت محددها محددها شغال مبارك ما كانش بيمسك كده مش دفاعا عن مبارك بس دا الحقيقة انما دا طول الوقت ما سكلينا الحديدة وطول الوقت احنا عملنا وبنعمل ونعمل وسمعني سلام اجدع ناس في الدنيا نصدق مين احنا دلوقتي يعني انجاز دا ولا ما فيش بس عشان افكرك بقى افكرك بالتعليم دلوقتي والصحة بقى امرت ايه الدولة بتعمل عليها بتساعد في التعليم والصحة بقى امرت العجز الهائل في الاطباء والمرتبات اللي اصلا ما تأكلش عيش والمرتبات التي دفعت الاطباء الى الهجرة من البلد بقى امرت المستشفيات اللي مينفعش الناس تتعالج فيها اصلا ولا مؤخذة حتى الحيوانات او عشر تلاف طبيب غادروا مصر في ثلاث سنين بقى امرت ايه اللي بعده على طول اللي بعده على طول ستين في المية سافروا للخارج لماذا تتزاعد هجرة الاطباء في فترة اخيرة اللي بعده على طول مستشفيات خطرة مصريون ضحايا الاهمال الحكومي اللي بعده على طول بقى امرت ايه بالصور انتشار القطط ومنشر الغسيل داخل مستشفى حمد بلسويف اللي عم يسيبك من ده بقى امرت ايه طب التعليم اللي عندك اللي انت عملت اللي عليك فيه تقدر تكلمنا عن عجز المدرسين وصل لايه وصل لدرجة ان كنتم بتعينوا معلمين جدد وشغالين يعني مش حارفين تعينوا قصدي وشغالين في الطرق الكباري بقى امرت المبادئ المتهلكة ولا الطلاب اللي ماتوا في المدارس اول السنة دي المعلمين لدينا عجز اكتر من تلتمية الف مدارس بقى امرت ايه صور مدرسة المعتمدية وفت المستين في اول ايام الدراسة بقى امرت ايه تهالك المباني وارتفاع الكسفات مدارس الموت تحصد ارواح الطلاب المسلمين ده كل ده السنة دي 22 ما يقرب من 120 طلب في الفصل طلب حتى بشأن ارتفاع الكسفة الطلابين بقى امرت ايه يا عم الله يخليك الله يكرمك انا مشكلتي ان السيسي هو اللي بتصدر يا حج سعيد تاخد كوبر ديشتة بسبع مليار بقى امرت ايه ايه اسيبو بقى امرت ايه ما تكلمش عنه ميلي بيكلم النهاردة هو ولا مسلمات بولي هو ميلي كان بيكلم فالمنصورة هو المسلمات بولي هو بقى امرت ايه ما خلصت بقى اللي بعده اشتركوا في القناة